لنقف مع هذه الأسماء و ننظر كيف جاءت مقترنة في كلام الله عز وجل و كيف جاءت منفردة نبدأ باسم القادر و هو اسم من أسماء الله عز وجل ذكره الله تعالى منفردا في موارده في كتابه الحكيم لكن الملاحظ في هذا الاسم أنه يذكر عندما يذكر الخلق كما قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا و يذكر في مقام المؤاخذة و العقوبة كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم و هذه الاقترانات تدل على أن هذا الاسم له خصصية في هذه الأحوال فالله تعالى يذكر هذا الاسم عند الخلق و يذكره عند إنزال العقوبة و يذكره أيضا عند إنزال الوحي فيقول تعالى و قالوا لو لا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية و لكن أكثرهم لا يعلمون و كذلك ذكره الله تعالى في إحياء الموتى فقال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى و كل هذه المعاني تدل على أن هذا الاسم يرد غالبا في مقام التحدي و في مقام الرد على الخصوم و في مقام مقارعة الذين يشككون في قدرته و الذين يكذبون رسله و يحادون شرعه و ينالون مما جاءت به الرسل هذا التلمس يمكن أن يستفاد من سياق هذا الاسم في كلام الله جل وعلا